وعلى جانب آخر شارك محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة المنعقد افتراضيا وبحضور قادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مختلف الجهات الحكومية والدولية والخاصة وذلك لمناقشة سبل تسخير التقنية في مكافحة جائحة فيروس كورونا العالمية وخلال الاجتماع أكد دكتور التميمي حرص المملكة والتزامها بمكافحة هذه الجائحة واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية على صعيد القطاعات ذات الدور المحوري في هذه الأزمة وبما فيها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأوضح أن المملكة الشاهدات خلال الفترة القصيرة الماضية إقبالا متزايدا على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مما زاد في استهلاك البيانات بنسبة وصلت إلى 33% إحباذ بدا أنما قادم منء في البيانات وسل في التميمي هنا أسرابran للملاك وعبد مجتم succeeds